استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 199 شخصا من بينهم 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة وقال مصدر المسؤول بالميناء إنه تم عبور 41 جريحا ومصابا و33 مرافقا فلسطينيا أمس قادمين من قطاع غزة لتمكينهم من تلقي العلاج كما تم نقل 11 جريحا بالإضافة إلى 32 مرافقا فلسطينيا من مستشفيات العريش العام وشيخ زويد في شمال سيناء و30 يونيو في بورسعيد للعلاج في قطر عبر مطار العريش الدولي